اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب على ان الشباب البحريني له دور محوري وهام في قيام ونهضة الوطن من خلال ادوارهم الوطنية المختلفة واعمالهم التطوعية الرائدة بما يترجم تطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعه بتمكين الشباب وايطاحة الفرصة ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مملكة البحرين جاء ذلك لدى زيارة اجرها سموه لطلبة مشروع ناصر البناء التابع لمدرسة ابن خلدون الوطنية والذي يهتم باصلاح وترميم وتأثيث بيوت الاسر المتعففة في محافظة المحرق خلال عملهم على تنفيذ المشروع الثامن وفي هذا السياق اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ فخره واعتزازه بالشباب البحريني وما يتمتع به من مهارات متنوعة ترفد العمل التطوعي في البحرين وتضفي عليه الابداع والابتكار في التنفيذ وتابع سموه ان مشروع ناصر البناء يجسد اصالة وعراقة الشعب البحريني والشباب المحبين للعمل التطوعي والخيري والانساني المتوارث عبر الاجيال منوها سموه الى ان فكرة المشروع المبتكرة حققت نجاحا باهرا وحفظت كرامة العديد من الاسر المتعففة وتركت في نفوسهم اثرا طيبا بعمل صالح واردف سموه ان ما يثير الاعجاب والفخر ان الطلباء يقومون بانفسهم على تنفيذ المشروع من اصلاح وترميم البيوت منوها سموه ان الجهد الكبير والعطاء الذي يبذله الطلبة المشاركون في المشروع يشكل احد الادوار الوطنية الهمة والاسهامات الانسانية التي تثري حياة من حولهم كما اثنى سموه على تطوير فكرة العمل التطوعي لفريق ناصر البناء عبر اطلاق مشروع خلق فرصة عمل وجعل الحلم حقيقة للشباب الذين لم يحالفهم الحظ في ايجاد فرصة عمل مناسبة وذلك من خلال انشاء مؤسسة تهدف الى توفير عمل لائق لبعض الشباب الباحث عن عمل هذا واشهد سموه بما تبذله مدرسة ابن خلدون الوطنية من جهود لافتة في تشجيع المبادرات الطلابية والشبابية ودعمها من اجل تحقيق الغايات الوطنية وتجسيد القيم الاصيلة للمجتمع البحريني